أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الأعدادي النهاردة أول موضوع معنا في مواضيع الرسم هو الفن الشعبي فن الشعبي عبارة عن تعبيرات فنية تلقائية عن العادات والتقاليد وقصص الحياة اليومية اللي ترجمها الأولون إلى قصص وحكايات وفي بعض الأحيان ترجموها لأساطير الفن الشعبي هو فن الحياة ويتعامل مع الأشياء الحياتية لاستخدامات الإنسان اليومية وكمان بيجمع بين الأصالة والبساطة والجمال استلهم الفنان الشعبي أعماله من القصص الشعبية والأساطير اللي كانت بتظهر فيها البطولات الشعبية زي مين؟ زي أبو زيد الهلالي وعنطر وعبلة كان الفنان الشعبي عنده روح عملية ومنفعة وتنوع وسراء وعطاء وجرأ وصدق الفنان الشعبي كان بيزغرف ويلون أعماله بزخارف جميلة جدا لها رمز ومعنى مستخدم أبسط الأدوات وأرخص الخامات الحلة الشعبية كانت تقيلة وغليزة في الريف وفي المدن كانت رشيقة ومزرقشة بالسكوم وكانت على شكل أساور وخلاخين مصنوعة من التهب أو الفضة أو المعدد وعلى شكل هلال استخدم الفنان الشعبي وحدات رمزية زي اليد والكف والخمسة والخميسة والخرز الزرق والحدوة والسمكة والعصفورة والنخلة والحصان والأسد والجمل والعروسة وغيرها من حاجات كثيرة قوي استخدمها بسيطة وكان شكلها كمان جميل أولا الفن الشعبي ظهر في عروسة المولد والحصان والمركب وفوانيس رمضان والحصير اللي كان مصنوع من ليف أو الجريد والسمار ومزخرف بالزخارف آدمية وهندية وتفنن كمان في تلوينها ألوان جميلة جدا من أبرز الفنانين اللي تميزت أعمالهم بالبساطة وروعة التكوين وجمال التعبير فنان مصر الرزاص والفنانة سورية عبد الرسول والفنان سعد كامل وغيرها من الفنانين اللي ظهروا واشتغلوا في الفن الشعبي وكده إحنا خلصنا كل كلامنا عن الفن الشعبي وكل حاجة عنه نيجي بقى لحبة الأسئلة اللي ممكن تجيلنا في الموضوع ده أول حاجة ممكن تجيلنا عرف الفن الشعبي طبعا زي ما احنا قلنا هو فن الحياة يجمع بين الأصالة والمعصرة ويستخدم خامات من البيئة وأذكر أهم سمات مميزة للفن الشعبي البساطة والجمال والأصالة والمعصرة والتلقائية أذكر أربعة نمازج من منتجات الفنون الشعبية إحنا عندنا مش أربعة بس عندنا حاجات كتير زي عروسة المولد والحصان والمركب وفوانيس رمضان والحصير المصنوع من ليف أو الجريد ومزغرة بزخارف أدامية وهندية وتفنانوا في تلوينهم وحاجات تانية كتير استخدم الفنان الشعبي وحدات رمزية للتعبير عن بعض المعتقدات التي تورستها الأجيال أذكر أربعة من هذه الوحدات الرمزية طبعا إحنا عندنا مش أربعة بس عندنا حاجات كتير زي اليد والكف وخمسة وخميسة والخرزة الزرقة والحدوة والسمكة والعصفورة والنخلة والحصان والأسد والجمال والعروسة وحاجات تانية كتير آخر حاجة تأثر عدد كبير من الفنانين المصريين المعاصرين بالفن الشعبي سكوري تلاتة منهم طبعا إحنا قلنا مصطفى الرزاز وقلنا سورية عبد الرسول والفنان سعد كامل وغيرهم برضا كتير دي نوعية من نوعيات الأسئلة اللي ممكن تجيلكوا في نوعية تانية اللي هي صح وغلط سحة أولا استلهم الفنان الشعبي أعماله الفنية من الأساطير والقصص الشعبية طبعا صح استلهم الفنان الشعبي أعماله الفنية من القصص الواقعية طبعا غلط هي من الأساطير وقصص الشعبية الفنان الشعبي يعبر بتلقائية عن العادات والتقاليد وقصص الحياة اليومية طبعا صح الفن الشعبي عبارة عن تعبيرات تلقائية تجمع بين البساطة والجمال طبعا صح اشتهر الفن الشعبي بأعمال تصوير منافذة باسلوب الإفرسك والأيكونات غلط استخدم الفنان الشعبي في تنفيذ أعماله وحدات رمزية للتعبير عن بعض المعتقدات طبعا صح زي الكف واليد والعروسة والحاجات اللي احنا لسه أيلنها من شوية وبكده برضك نكون خلصنا بعض الأسئلة اللي ممكن تجي لنا في صح أو غلط فيه كمان النواعية تانية زي أكمل وزي اختار برضك هقولكو عنها نبزة شوية اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين واحد فن الشفتشي ينسدل فيه أدوار ولا قلائد ولا صفوف وانتظمت حباته من الزهب فيه ينسدل فيه قلائد تاني حاجة الحلاء الشعبية في الريف كانت غليز ولا رشيك طبعا كانت غليز رشيك دي كانت في المدن يتسم الفنان الشعبي بالروحة العملية والمنفعة والتنوع مش السبات كان فيه التنوع والصراء والعطاء والجرأ والصدق يتعامل الفن الشعبي مع جميع الخامات بأبسط ولا بأعقد ولا بأصعب طبعا بأبسط الأساليب استلهم الفنان الشعبي من الطبيعة واستخدم مواردها الطبيعية أكيد مواردها وبكده برده تنكون خلصنا الإجابة صحيحة من بين القوسين أعتقد كده إحنا لمينا معظم المعلومات عن الفن الشعبي والأسئلة إزاي بتيجي معانا في الامتحان يارب أكون فتكم وحكمل لكم بقية المواضيع في الرسم استنوني موسيقى